اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه اهله وصحبه اجمعين يا صباح الورد يا صباح الفل عليكم النهاردة هنعمل مع بعض البط المسلوق بطريقة مختلفة خالص هنطلع المرأة كده شكلها يجنن زي ما انتوا شايفين هتديكم طعم مختلف تماما للبط المسلوق اللي احنا متعودين عليه هنعمل ايه؟ هنجيب البطاية بتاعتنا ونخسلها كويس قوي بالمية واللمون والملح والدقيق وتنقعوها شوية كده لحد ما تنزل كل الزفارة اللي موجودة فيها بعد كده تشتفوها بشوية مية نضاف وبعد كده تصفوها وهتطلع معاكو زي الشمع زي ما انتوا شايفين كده في طرق كتير جدا للبط دي اول طريقة هنعملها مع بعض وان شاء الله هتعجبكم هنجيب طمط مية مبشورة وبصلاية مبشورة ومعايا كمان جزرية مبشورة وقرنفلفل مبشور عصير لمونة كاملة وبعد كده هنحط البهار البهار بقى حطي البهارات اللي انت عايزاها انا حطيت ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ ومعايا كمان معلقة من التوم البودر ومعلقتين كبار من الزيت علشان كده التدبيلة تديكي طعم حلو وريحة حلوة كده للشربة مجربوا التدبيلة دي في البط المسلوق هتعجبكم جدا على فكرة التدبيلة دي بعمل بيها البط المشوي والبط اللي بيتعمل في الفرن بيبقى حلوة قوي جربتها في البط المسلوق ولقيت الشربة طعمها يجنن كمان التدبيلة دي قده الطعم لللحم بتاع البط خلطوا طعمهم مختلف خلص شايفين شكلها وطعمها يجنن رحيتها حلوة قوي هبتدي ان انا اتبل البطاي بتاعتي من برا بالشكل اللي انتوا هتشوفوا ده شايفين البطة زي الشمع معايا على فكرة البط ده اللي انا كنت دبحته ونظفته معاكم في الفيديوهات اللي فاتت ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع الفيديوهات دي في صندوق الوصف تربية البيت بتبقى جميلة جدا وبتدي طعم حلو قوي للمرأة اللي انت بتعمليها هبتدي اتبل البطاية بتاعتي كويس قوي من برا وبقيت التدبيلة هدخلها في البطة من جوة وهقفل عليها طبعا انت ممكن تعملي التدبيلة دي وتحطيها في الكيس الحراري وتبدأ ان انت تعمليها في الكيس وممكن كمان تعمليها في الفرن بنفس التدبيلة دي او ممكن تعمليها ما شوية بنفس برضو التدبيلة دي التدبيلة دي حلوة جدا للبط جربتها في اكتر من طريقة وعجبتني جدا بتدي طعم حلو قوي للبط وتديك كده يعني حاجة مختلفة غير المعتاد بتاعنا جربتها كمان في المسلوق البط المسلوق ولقيتها حلوة جدا الشربة طالعة طعمها مختلف خالص طالعة ريئة كده وليها ريحة وليها طعم جربوها ان شاء الله هتعجبكم هتدخلوا بقى كل التدبيلة دي كده جوه البطاية بالشكل ده كده وتكون انجهزة بقى كده اربع بصلات صغيرين علشان تحشي بيها البطاية دي وتقفلي عليها ممكن كمان تحطي مع البصل ممكن تحطي جزر ممكن تحطي طماطم ممكن تحطي بطاطاية اللي انت حبها ممكن تحشيها خضار زي ما تحبي لما هتسلقيه وتبدأ ان انت تحمري البط وتجي تفتحي البطاية هتلاقي الخضار معاكي مستوي ومدي الطعم وريحة مختلفة خالص لللحم بتاع البط وانت بتكليم انا جبت معي تلت بصلات صغيرين وهبتدي ان انا احشي بيهم البطاية زي ما قلتلكم لو عندكم جزر طماطم فلفل بطاطس ممكن تحطي اي خضار انت عايزين انا هكتفي بس بتلت بصلات لاننا عاملة تدبيلة وانا قلتلكم انا هسلقها يعني مش هشويها وهكتف بقى البطاية بتاعتي كويس تمام كده وانا طبعا مجهزة مياه بتغلي على النار اول ما هتبتيدي تغلي هروح على طول على النار علشان نقول لكم هنحط ايه في المياه كمان علشان تزود طعمها وتدي طعم حلو قوي للبط بتاعنا كده خلصنا البطاية تعالوا مع بعض نشوف المرأة بتاعتنا هنحط فيها ايه معانا حلة جبيرة على النار فيها مياه طبعا بتغلي اول ما هتبتيدي تغلي هنبتيدي ننزل على طول بالبهار اللي هنبهر به الشربة معايا لومي ومعايا ورق لوري ومعانا كمان ارفة خشب ومعانا كمان كبابة صيني وحبهان ومستكا طبعا لو انت حابة تحطي اي نوع من البهار حطي اللي انت عايزة البهارات دي لعبتك بقى حطي البهارات اللي تعجبك كل واحدة طبعا لها طريقة كده في البهار اللي هي بتحطه هنحط بقى جزر وطماطم وبصلايا علشان يدو طعم برضو للمرأة بتاعتنا هي قريدي اصلا التدبيلة دي هتنزل كل الطعم في الشربة بس احنا بند بس زيادة للطعم وعايزين المرأة بتاعتنا تبقى حلوة نقدر نستخدمها في حاجات كتير ممكن تستخدميها في المحشي ممكن تستخدمي فيها في الملوخية في طواجن البامية المرأة بتاعت البط دي لا يمكن الاستغناء عنها المياه اول ما هتغلي هنزل على طول بالبطاية بتاعتي وهسيبها كده بقى لحد ما تبتدي تغلي واول ما هتغلي هوريكم شكل المرأة هيبقى عاملة زي مش هتطلع الريمي الابيض اللي متعودين ان احنا وإحنا بنسلق الطيور نشوفه مش هتلاقوا الكلام ده خالص رغم ان احنا ما دلناهاش صدمة ولا اي حاجة هي اول ما المياه دي هتغلي هبتدي ان انا هوريكم شكلها هيبقى عاملة زي مش هتطلع الريم ابيض هتلاقوا المرأة ريئة خالص لونها حلوة قوي لونها ابيض الخضار والتدبيلة مدين لها طعم وريحة مختلفة تماما عن البط المسلوق اللي احنا متعودين ان احنا نسلقه بصوا حبيبي شكلها عاملة زي هنسيبها بقى كده لحد ما تستوي هتاخد يعني مش وقت طويل لان البطاية بتاعتي وزنها 2 كيلو الكويس اللي ما ياخدش من الوقت طويل على النار بيبقى وزنه من 2 كيلو ل 2 كيلو ونص دي 2 كيلو زي ما انتو شايفين كده استوت خالص اه من الجنوب اللحم بتاعها بدأ ان هو يفتح هبتدي بقى ان انا ادهنها بالسمنة والصلصة علشان ادخلها الفرن انا عايزة اتاخد لون كده حلو من الفرن تديكي برضو اي حق كده ان هي البطاية مشوية مش مسلوقة فانا بحط معلقة من الصلصة معلقة من السمنة ومعايا كمان رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود وهخخلط كل الخليط ده كده مع بعضه وهدهن بالبطاية انا بستسل الطريقة دي بصراحة اه يعني ما بحبش ان انا اقلي البط او الفراخ لانه بصراحة الزيت ده بيبهدل الدنيا وانتي بتقلي فاسهلك ان انتي تدهني الفراخ او البط بالطريقة دي واتدخليها الفرن هتتحمر وهتاخد لون دهبي برضو حلو لون الشاوي وهي بقى برضو طعمها كويس معلقة السمنة دي بس علشان تديكي كده تحميرة حلوة والصلصة عشان تدي لون حلو للبط بتاعنا وهو بياخد اللون بتاع الشاوي هتدينيها طبعا من كل الجوانب وهتدخليها على الشاوية على طول اول ما هتاخدوا اللون اللي انتي حباه لون التحمير طبعا لون الشاوي هتطلعيها على طول تبديدي تقدميها انا طبعا عملت معها المحشي البط معروف عندنا بط يبقى جنبه محشي ده طبيعي ومعروف عندنا عملت المحشي الكرومب وان شاء الله هبقى ابتدي ان انا انا نزل لكم حلقات عن الخليط او الخلطة بتاعت المحشي بتاعتي لانها بجد خلطة مختلفة خالص بعمل المحشي بالقرفة والتوابل كده وبالنعناع بيبقى طعمه تحفى وطعمه يجنن ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات عن طريقة عمل المحشي والطريقة بتاعتي المخصصة وان شاء الله هتعجبكم هندخلها الفرن بقى على الشواية زي ما قلتلكم واول ما هتطلع هوريكم شكلها يبقى عامل ازاي طبعا حبايب قلبي اللي لسه ما اشتركوش عندي في القناة يلا بسرعة اشتركو في القناة تنسوش تعملوا لايك للفيديو واللي حابب ان هو يوصلوا مني اشعار بكل فيديوهاتي يفعل الجرس علشان يوصلوا الفيديوهات الجديدة اللي هتنزل ده طبعا شكلها بعد ما طلعت من الشواية شايفين شكلها عامل ازاي بجد يفتح النفس طبق كده ينفع في العزمات طبق رئيسي مع طبعا المحشي اللي انا قلتلكو عليه بالقرفة والنعناع طعام وطحفة يا رب الطريقة بتاعتي تعجبكم جربوها وان شاء الله هتلاقوا اختلاف غير الطرق المعتادة بتاعتنا زي ما قلتلكم حبايبي ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو يا رب الوصفة تعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته